بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ الدكتور هيفم بن محمد سرحان يقدمها لكم عمر البساطي نقدم لكم كتاب تقريب الوصول إلى شرح الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ويهليه المنحة الإلهية بتهذيب شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ويهليه الورقات لأب المعاري الجويني رحمه الله تعالى وتسهيل طرقات نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى ومنظومة الأصول والقواعد لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المجلس الأول مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذا مجموع في باب أصول الفقه والقواعد الفقهية يحتوي على كتابين وهمين لطلاب العلم هما متن الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحيمه الله وشرح الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحيمه الله على منظومته منظومة القواعد الفقهية وقد اعتمدنا في إخراجنا لهذين الكتابين طريقة جدولة المحتوى وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح بشيء من الاختصار كما أضفنا عددا من الاختبارات التي يتمكن الطالب من خلالها من مراجعة مقروئه وتقييم تحصيله وتدميما للفائدة فقد ألحقنا في آخر هذا المجموع ثلاثة متون بمهمة لطالب العلم واقتصرنا على المتن لكون أكثر المسائر مفصلة فيما سبق من الكتاب وهذه المتون هي متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحيمه الله تسهيل الطرقات نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحيمه الله منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحيمه الله وننقل هنا كلاما قيما للعلامة القرافي رحيمه الله في الفرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية قال رحيمه الله إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اجتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه ووفي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مجتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه نسأل الله الحي القيوم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به القارئ والكاتب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وأبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولا تقريب الوصول إلى شرح الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب الدرس الأول أصول الفقه أصول الفقه يعرف باعتبارين واحد باعتبار مفرديه أصول وفقه اثنان باعتبار كونه لقبا لهذا الفان المعين تعريفه باعتبار مفرديه واحد الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أما تعريف الفقه فيعرف من وجهين فهو لغة الفهم ومنه قوله تعالى وحل العقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية بيان المعنى الاصطلاحي للفقه واحد كلمة معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه اثنان الأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقات من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوى ثلاثة العملية وهي ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح وقوله بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية أما تعريف علم الأصول باعتبار كونه لقبا للفن فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد شرح التعريف قوله الإجمالية أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل وقوله وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها قوله وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سميه مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه فائدة أصول الفقه التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة فائدة أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته من فوائد أصول الفقه واحد أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وأدلته الكبرى من شبه المضللين اثنان أنه يفيد الباحثين في علم الفقه المقارن لأن علم الأصول من أسس المقارنة ثلاثة أنه يفيد الاطمئنان إلى أن الأحكام في المذاهب الفقهية قد سارت على علم ومنهجه أربع أنه يفيد القضاة والمفتين ويفيد أهل التخليج في معرفة أحكام المسائل التي لم ينص عليها خمسة أنه يعين على فهم كثير من العلوم الأخرى كالتفسير والحديث والفقه واللغة والبلاغة والعقيدة وغيرها بعض أهم المؤلفات في علم أصول الفقه واحد إرشاد الفعول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني رحيمه الله اثنان روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي رحيمه الله ثلاثة مراق السعود لابن الحاج الشنقيطي رحيمه الله أربع الورقات لأبي المعاهل الجويني رحيمه الله خمسة الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحيمه الله الدرس الثاني الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع بيان المعنى الاصطلاحي قوله خطاب الشرع هو الكتاب والسنة وقوله المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح ثلاثة المكلفين من من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون من طلب والأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية وقوله أو تخيير يعني المباح وقوله أو وضع هو الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء أقسام الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين الأحكام التكليفية وهي خمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والأحكام الوضعية وهي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ومنها الصحة والفساد أولا الحكم التكليفي الأول الواجب هو لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام خرج بقوله ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بيه على وجه الإلزام المندوب مثاله الصلوات الخمس وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تهركه ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما الحكم التكليفي الثاني الصلوات الرواتب حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تهركه ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا الحكم التكليفي الثالث المحرم وهو لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك خرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقوله على وجه الإلزام المكروم مثاله عقوق الوالدين حكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا الحكم التكليفي الرابع المكروه تعريفه لغة المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك خرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقوله لا على وجه الإلزام المندوب مثاله الأخذ بالشمال والإعطاء بها وحكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله الحكم التكليفي الخامس المباح وهو لغة المعلن والمأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته خرج بقوله ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقوله لا نهي المحرم والمكروه وخرج بقوله لذاته الوسائل حكمه ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل الأحكام التكليفية خمسة الحكم واحد الواجب اسمه الفرض والفريضة والحتم واللازم وتعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وثمرته ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه لاستحقاقه الحكم الثالي الحرام أسماؤه المحرم والممنوع وتعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك وثمرته ما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله لاستحقاقه الحكم الثالث المكروه واسمه المبغض وتعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك وثمرته ما أثيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله الحكم الرهبع المندوب ومن أسمائه السنة والنفل والرغيبة والمستحب والمسنون وتعريفه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام وثمرته ما أثيب فاعله الصحيح هو لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ومن العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البايع ضابطه لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة أمثلة الصحيح واحد الصلاة أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها اثنان البيع أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه أمثلة غير الصحيح فقد شرط مثله في العبادات أن يصلي بلا طهارة وفي العقد أن يبيع ما لا يملك ومن أمثلة غير الصحيح وجود مانعه في العبادات أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي وفي العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يبعه الحكم الوضعي الثاني الفاسد ولغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا قوله من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها ومن العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول حكمه في الإحرام الفاسد ما وطئ فيه البحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام في النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتد ومن الأحكام الوضعية كذلك واحد السبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود اثنان الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة ولا يلزم من وجوده الوجود لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي ثلاثة المانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود بعكس الشرط الدرس الثالث العلم حقيقة العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك أنواع تعلق الإدراك بالأشياء واحد العلم مئة بالمئة وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إثنان جهل بسيط صفر بالمئة وهو عدم الإدراك بالكلية ثلاثة جهل مركب تحت الصفر بالمئة وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه أربع الظن واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين بالمئة وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح والوهم من واحد إلى تسعة وأربعين بالمئة وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح ستة الشك خمسون بالمئة وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوين أقسام العلم ضروري ونظري الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان النظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة قيل على لسان حمار تومى الحكيم قال حمار الحكيم تومى لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب وقال أبو حيان النحوي المشهود يظن الغمر أن الكتب تهدي أخى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من تومى الحكيم الدرس الرابع الكلام تعريف الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى واصطناحاً اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد النبينا وله أقسام بثلاثة اعتبارات التركيب وإمكان وصفه بالصدق والكذب والاستعمال أقل ما يتألف منه الكلام واحد إسمان مثاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان أو فعل واسم مثاله استقام محمد والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما واحد اسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن اثنان أو فعل وهو ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة ثلاثة أو حرف وهو ما دل على معنى في غيره أنواع الاسم واحد يفيد العموم كالأسماء الموصولة اثنان يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات ثلاثة يفيد الخصوص كالأعلام الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له وأقسامه واحد ماض كفهمة اثنان مضارع كيفهم ثلاثة أمر كإفهم من أمثلة الحرف واحد ألواق وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تنا فيه إلا بدليل اثنان ألفا وتأتي عاطفة وسببية فالعاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب والسببية تفيد التعليل ثلاثة اللام الجارة ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة أربعة على الجارة ولها معاني منها الوجوب الحرف واحد الباء المعنى مع المثال تفيد معنى الإلصاق الحقيقي مثل أمسكت بيدك والإلصاق المجازي مثل مررت بدهرك والاستعانة مثل أكلت بالملعقة والسببية والتعليل بظلمك قوطعت التعضية مثل ذهبت بسحرك العوض أو المقابلة خذ الكتاب بالدفتر أو بدينار البدل أي بلا مقابلة ليت له بماله عافية الظرفية مثل مررت بدمشق بالليل والمصاحبة مثل اذهب بسلام والقسم كأقسمت بالله بالله لأسافرن اثنان تاء القسم أقل الحروف استعمالا وتختص بثلاث كلمات تالله تربي الكعبة تربي قال تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون ثلاثة واو القسم تدخل على مقسم به ظاهر والله لم أفعل هذا أربع الكاف تأتي غالبا بمعنى التشبيه كأ صرخ الأسد وبمعنى على كقوله كن كما أنت وتفيد التعليل كما قال تعالى واذكروه كما هداكم خمسة اللام تفيد الاختصاص كقوله الحمد لله الكتاب لي السرج للفرس وتفيد التعليل كقوله سافرت للاستجمام وتفيد انتهاء الغاية مثل عدت لداري وأخرت لأجل وتفيد الصيرورة مثل لدو للموت وابنوا وابنوا للخراب والضرفية مثل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي عند رؤيته وتفيد الاستغافة يا للأغنياء وتفيد التعجب يا للروعة ستة في تفيد الظرفية الحقيقية مثل أقمت في رمضان في دمشق والظرفية المجازية مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وتفيد التعليل مثل قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها سبعة عن تفيد المجاوزة والبعد مثل سرت عن قريتي راغبا عنها وبمعنى بعد مثل سأصل عما قليل وتفيد البدلية مثل أجب عني ثمانية رب تفيد التكثير مثل رب رمية من غير رام وتفيد التقليل رب غاش بربح تسعة مذ ومنذ حرف جر يفيد ابتداء الغاية إذا كان الزمان ماضيا مثل لم أكلمه منذ ثلاثة أيام وبمعنى فيه إذا كان الزمان حاضرا ما سمعت صوتك مذ يومي هذا عشرة من تأتي غالبا لابتداء الغاية مثل سرت من الدار إلى المدرسة وغبت من الضحى إلى الظهر وتفيد التبعيد كقوله حتى تنفق مما تحبون وتأتي لبيان جنس ما قبلها مثل ما عندك من مال فأحضر وتفيد البدلية مثل لا يغنيك الجدل من الصدق شيئا وتفيد التعليل مثل من تقصيرك خسرت الحادي عشر إلى تفيد انتهاء الغاية الزمانية مثل سهرت إلى الفجر وانتهاء الغاية المكانية مثل سرت إلى القرية وتأتي بمعنى معه مثل الذود إلى الذود إبل وبمعنى عند مثل القراءة أحب إلي من الحديث الثاني عشر على تفيد الاستعلاء الحقيقي مثل الكتاب على الرف وتفيد الاستعلاء المجازي مثل لك علي فضل وتفيد التعليل مثل أكرمني على نفعي له وتفيد معنى فيه مثل قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وبمعنى معه مثل أحبه على كسله وتفيد الاستدراك مثل خسرت الصفقة على أني غير يائز الثالث عشر حتى تفيد انتهاء الغاية مثل سهرت حتى الصباح وسأمشي حتى البيت وتفيد التعليل مثل اجتهد حتى تفوز الرابع عشر خلا وعدى وحاشى تفيد الاستثناء مثل جاء الطلاب خلا أحمد وعدى أحمد وحاشى أحمد أنواع حروف الجر من حيث حاجتها للتعليق ثلاثة واحد أصلية تتميز حروف الجر الأصلية بأنها تحتاج إلى متعلق أي عامل ترتبط به من فعل أو شبه فعل ولا يستغنى عنه مطلقا لا في الإعراب ولا في المعنى ومعظم حروف الجر أصلية منها إلى وعلى وعن والتاء وفيه والكاف وحتى والواو ومنذ ومذ كأن تقول تنام الطيور في أوكارها اثنان زائدة وحروف الجر الزائدة هي التي نستغني عنها في الإعراب فليس لها معنى خاص بها في سياق الجملة ولا تحتاج إلى متعلق لترتبط به من فعل أو شبه فعل فهي تستخدم لتأكيد الكلام وهي من والباء واللام كقولك هل من مخطئ بيننا يمكن الاستغناء عن حرف الجر من في هذا السياق بأن تقول هل مخطئ بيننا وفي جملة ما جمال المرء بدائم يمكن الاستغناء عن حرف الجر الباء لتصبح الجملة ما جمال المرء دائم ثلاثة شبيهة بالزائدة وهي حروف لا يمكن الاستغناء عنها لا في اللفظ ولا في المعنى إذ إن لها معنى خاص بها يفهم من سياق الجملة لكنها لا تحتاج إلى متعلق ترتبط به من فعل أو شبه فعل وهي رب عد خلا حاشا مثل رب ليل كأنه الصبح وفي قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم يبتلي إذن تقدير الجملة ورب ليل الكلام الكلام ينقسم باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى واحد الخبر وهو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته شرح التعريف خرج بقوله ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب وخرج بقوله لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام ألف ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه با ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو عقله كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد جيم ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما النوع الثاني من الكلام الإنشاء وهو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا ومن الكلام ما هو خبر محض وما هو إن شاء محض وما يحتمل هذا وذاك وقد يكون الكلام خبرا إن شاء كصياغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت باعتبارين خبر باعتبار دلالته على ما في نفس العقد وإن شاء باعتبار ترتب العقد عليها اثنان خبرا يراد به الإنشاء فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر وفايدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ثلاثة إن شاء يراد به الخبر كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل ثم الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز واحد الحقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أساد للحيوان المفترس وخرج بالمستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز وخرج ب فيما وضع له المجاز اثنان المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع وخرج بالمستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز وخرج ب في غير ما وضع له الحقيقة إنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله عالم الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام واحد لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة خرج ب في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثل الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة القسم الثاني الحقيقة الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع وخرج ب في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثل الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك ثلاثة الحقيقة العرفية وهي اللغو المستعمل فيما وضع له في العرف خارج بي في العرف الحقيقة الشرعية واللغوية مثل الداب فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف الأصل في الكتاب والسنة أن نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية فإن لم نستطع حملنا على الحقيقة اللغوية فإن لم نستطع حملنا على الحقيقة العرفية فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية قاعدتان مهمتان واحد القرينة لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صدحيح إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة ويسمى في علم البيان بالقرينة اثنان العلاقة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه ويسمى في علم البيان بالعلاقة أنواع العلاقة واحد المشابهة سمي التجوز استعارة مثل التجوز بنفظ أسد عن الرجل الشجاع وغيرها مثل المجاز المرسل وهو التجوز في الكلمات مثل رعين المطر فكلمة المطر مجاز عن العشبة اثنان المجاز العقلي وهو التجوز في الإسناد مثل أنبت المطر العشبة فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد للمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان ومن أمثلة المجاز المرسل واحد التجوز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء قالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل على الله تعالى اثنان التجوز بالحذف مثل قوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجاز الخلاف في وجود المجاز على ثلاثة أقوال واحد المجاز في القرآن وغيره وهو المشهور عند أكثر المتأخرين اثنان لا مجاز في القرآن وقال به بعض أهل العلم ثلاثة لا مجاز في القرآن ولا في غيره قال به أبو إسحاق الإسفراييني ومن المتأخرين العلامة محمد الأمين الشنقيضي وبين شيخ الإسلام وابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب الأدلة على أنه لا مجاز في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة واحد القول بالمجاز بدعة حدثت بعد انقراض القرون المفضلة اثنان المجاز طاغوت الفلاسفة فهو أقوى حجة لهم ثلاثة سد الباب أمام من يريد التلاعو في النصوص أربع من أقوى الأدلة على بطلانه أنه يمكن نفيه خمسة أهل اللغة لم يصجحوا أبدا بأن العرب قسموا لغتهم إلى حقيقة ومجاز ستة لو أثبتنا المجاز في اللغة للازم إثباته في بعض القرآن ولو أثبتناه في بعض القرآن للازم إثباته في كل القرآن لا يوجد عاقل يفهم العربية إلا ويفهم المراد من الكلام دون الحاجة إلى القول بالمجاز فإذا قيل حمزة أسد فلا يفهم العربي إلا وصف حمزة بالشجاعة لا الحيوان قاعدة القول بنفي المجاز عليه السلف الصالح والقرون المفضلة وإن وجدنا من العلماء من يقول بالمجاز في اللغة فإنه ينفي المجاز في آيات الأسماء والصفات فقد نجد في كتب شيخ الإسلام أحيانا ذكر المجاز وكذلك فعل الشيخ بن عثيمين في هذا الكتاب مع أن كلاهما ينفي وجود المجاز والقاعدة أن ذكر المسألة مفصلة ثم الرد عليها يعني عدم الإقرار بها وإنما يتم توضيح هذا التقسيم لمن يقول به حتى لا يقع أحد في التأويل في الصفات خلاصة ينقسم الكلام من حيث التركيز إلى اسم وفعل وحرف ومن حيث إمكان وصفه بالصدق إلى خبر وإنشاء ومن حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز تنبيه المهم لا مجال للطعن في كتاب الله تعالى بمثل هذه الشبه كالقول بالمجاز أو أن في القرآن شيئا غير عربي أو خلاف الأفصح ولو كانت مجالا للطعن في القرآن لما تركها أسلاف هؤلاء من مشركي مكة ومن بعدهم وهم أهل اللغة ولم يتركوا مجالا لأحد للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربه إلا قالوه ولو أنهم وجدوا هذه الشبهة قائمة لقالوها والشرع مقدم على اللغة بل إن اللغة العربية لم يكن لها شأن إلا بعد نزول القرآن بها فكيف تقدم عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر